السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة لمة العيل للشرحات. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل حساب على الفيسبوك. وقدر استغل الحساب دوا ان انا اعمل صفحة واعلن عن نشاط التجاري سواء عندي مطعم او عندي محل ملابس او عندي اي محل او سوبر ماركت اقدر اعمله صفحة على الفيسبوك بكل سهولة. اول حاجة لازم نعرفها ان احنا لازم يكون عندنا حساب على الفيسبوك. بنبدأ الاول نضغط على الفيسبوك. بيجينا للشروط وسياسة الخصوصية اللي بين وبين الفيسبوك. فبتجي لك بنقول متابعة. بعد كده بيجي لك رقم الهاتف او البريد الالكتروني بكلمة السير. ده لو انت عندك حساب من الاول. لو ما فيش عندك حساب من الاول بقول له انشاء حساب جديد على الفيسبوك اللي مكتوبة والاخدر تحت. بيبتدي هو يكلمك الاول في خطوات. ان انت تسمح له يشوف الجهات ويسمح له ان هو يتصل. اول حاجة بنقول له بنختار حساب ان انا هعمل به. وبقول له ان هعمل بالحساب دوا اللي شرحناه قبل كده في حلقة فاتت. وبعد كده بقول له التالي. بتختار تاريخ ميلادك. تاريخ الميلاد لازم يكون مزبوط. علشان قلنا قبل كده في حالة نسيان الباسورد بيسألك اسئلة من ضمنها تاريخ الميلاد. علشان كده ما حدش شيء من تاريخ الميلاد وكتبوا تاريخ الميلاد يكون صح. بعد كده بنحدد النوع زكرة وانسة على حسب اللي بيفتح الحساب. بيتكلم بيقول لك هل هتسجل برقم ترفو محمول بقول له انا هسجل بالعنوان البريد الالكتروني. بيقول لك هل البريد اللي انت سجلت فيه دوا. ده عندك عشان هنحتاجه. ممكن ابعت لك عليه الباسورد بقول له ايه هو ده اللي هسجل. بنعمل باسورد لفيسبوك بنختارها نفس كلمة الايميل اللي شرحنا قبل كده. لكن انت سهل جدا ان انت تغيرها. ستة ستة سبعة سبعة تمانية تمانية تسعة تسعة صفرين. قلنا زد صغيرة وزد كبيرة. بعد كده بقول له التالي. طالما هتدوس تسجيل. يبقى انت كده بتوافق على شروط الفيسبوك. بنقول له تسجيل. خلاص كده انه مفترض ان احنا اصبح لنا حساب على الفيسبوك. ببتدي. ادخل اعمل بحس عن اصدقاء. ونعمل ان هو هنبتدي نتواصل بنا وبين اصحابنا. خلاص كده بتقول لك افتكر ان انت بقى ليك لو دخلت من جهاز جديد على الفيسبوك. هنفتكر ان احنا ده الايميل وده الباسورد فبقول له موافق. بنحاول ان احنا نضيف صورة شخصية. ممكن اقول له اه هضيف من المعرض او التقط صورة ان احنا نشغل الكاميرا فانا بقول له اخر حاجة فوق دي. بقول له تخطي وبعدين انا ايه? يبقى نزبطها مع بعض. دي بيقول لك ان هو عاوزش يتغل من موقعك او مكانك علشان يجيب لك اقرب ناس او اقرب اهتمامات او هو يعرف المكان الجغرافي اللي انت فيه. فبالشكل ده هو هو بيجيب لك اهتماماتك ويقربها ليك. تمام? فانا بقول له السماح. فهو بقول لك ابتدي ابحث عن اصدقاء اول حاجة علشان يجيب لك منشورات ليهم ومنشورات لاهتماماتهم اللي هي تقريبا اصدقائك بيبقى تقريبا نفس الميور والاهتمامات كده بالشكل ده انت بقى عندك صفحة على الفيسبوك تقدر تتحكم فيها باي شكل تمام? ومن فوق طبعا هنا عارفين الصفحة الرئيسية. دي الصفحة الرئيسية اللي هتظهر فيها اخر الاحداث. ودي الاصدقاء اللي هما بعطولك صداقة وانت بعت لهم صداقة. ودي المجموعات اللي انت هتبتدي تشترك فيها. طبعا هم اجاب هنا معظم المجموعات اللي موجودة في النتاق الجغرافي اللي انا اقام موجود فيه. وبعد كده دي صفحتك الشخصية تقدر تعدل فيها. ودي الاشعارات اللي هي اي تنبيه وصل من اصدقاء او في المجموعات او الجروبات او اللي هتشترك فيها مستقبلا بتبتدي اجيلك هنا. عشان تشوف اخر التطورات. ارجو ان انتم تكون استفدتم. وان شاء الله في شرحات تاني كتير. وما تنسوش الاعجاب والاشتراك بالصفحة وتفعيل الجرس. اشوفكم على خير مع السلامة.